لبعض الأمور التحكمية ما عرفش الحقيقة اليومين ده الحكام ماشيين عكس الحمد لله ربنا بيكرمنا في النهاية ولكن لما تنظر إلى مباراة مثلا سانداونز وردوان جيد وانه هو لو كان طرد حاكم او كان طرد حارس مرمى نادي سانداونز ما طردوش واساسا ما فيش فار عشان يرجع يبص عليه وبالتالي امبارح انت ليه دربتين جزاء دربتين جزاء تقريبا انا فاكرهم ان هم اتنين مش تلاتة اتنين راكلتين جزاء تخيل حضرتك ان الكورتين دول مبارح واللي بيصور تلفزيون ما تعدوش يعني يا عم اسلام اللي بتقوله ده يعني انا المفروض انا راجل اعب بتفرج على المباراة وده انا سألت فيها المخرجين الكبار اللي موجودين عندنا هنا في قناة الاهل اي حاجة فيها شك اي حاجة فيها شك لازم اعدها لازم اوريها للناس وده ما حصلش انا استغربت جدا يعني كلنا واحنا قاعدين بنتفرج على المباراة اتعادت بعد فترة يعني لكن واحنا قاعدين بنتفرج على المباراة عايزين نشوف الكورة دي بلانتي ولا مش بلانتي اللي على شريف دي بلانتي ولا مش بلانتي انا مش حاود راجبها للأسف فمش عارفين نشوفها لان ما تعدتش شفناها بعد كده على السوشل ميديا لكن مش عارفين نشوف الكورة دي عشان ما تعدتش ما تعدتش ليه؟ عش عارف يعني كان من المفترض ان المباراة دي الكورة دي تتعاد عشان لو قررت يوم من الايام او بعد المباراة ان انا كنادي اهلي عايز اقدم احتجاج ضد هذا الحكم يبقى معايا حاجة ديكيومينتد ان انا اقدر اقديها في الاحتجاج بتاعي هو نادي الاهلي ما اعملش هي فكرة انا بتكلم فيها مع حضراتكم برضو لكن لما انا مثلا رايح بالكورة وعلى فكرة كانت ممكن جدا ان انا اقول لا مش راكل الجزاء بعد ما نشوف الاعادة مرة واثنين وثلاثة لان الاعادة بتبين ايه الاعادة بتبين من كذا زاوية المفروض يعني المفروض ان الاعادة من كذا زاوية بتبين اذا كانت دي راكل الجزاء ولا لأ فلما تيجي من الزاوية من فوق وتيجي من الزاوية اليمين وتيجي من الزاوية الشمال وتيجي من الزاوية التانية يبقى هتشوفها وحتقرر كمشجع اهلاوي هل هي تحتاء هل هي ركل الجزاء ولا لا والله العظيم يا جماعة الكلام ده خلص من العالم كله الكلام ده زهقنا منه الكلام ده ما بقناش عارفين يعني مش عارفين حتى نقول ايه فيه لانه مش موجود في اي حتة في العالم بعيدا عن الانتماءات لأي حد والله انا هنا بعيدا عن اي انتماءات لأي حد طبيعي جدا كرة لفريق بيمثل مصر ليها او حتى للفريق التاني ده هي الاخراج كده والكرة القدم واللي احنا بنشوفه دايما في العالم كله كده واحنا عندنا افضل مخرجين وجهة نظري في العالم العربي عندنا اه والله بس ما تفهمش في ايه اللي بيحصل يعني وعندنا افضل فنيين والله ده كلام حقيقي انا شفته تبعت لكن انت قاعد مستني بقى كرة بتاعت شريف يا جماعة اتعادت يا جماعة اتعادت ما اتعادتش ما اتعادتش ليه اتعادتش عايد يعني بتكلم ان تخيل حضراتك ان انا واقف امام حضراتكم دلوقتي بتكلم على ان الفار مش موجود في دوري المجموعات في اكبر دوري في دوري في افريقيا اكبر مسابقة بينظمها الكاف سنويا ومش موجود الفار في دور التمانية او في دور المجموعات انا ازف اللي المفروض ان هو في كل الاسارة وان هو بيبقى فيه كل المباريات القوية ما بين كل الفرق في انحاء القرى الافريقية وبالتالي انا واقف امام حضراتكم عشان اقول لكم ان ما عندناش فار وما عندناش حد بيعيد ان ما فيش لقطات بتتعاد تخيل بقى لو فيه فار واللقطات ما بتتعادش كنا هنعملها ازاي دي ها حد يقول لي على فكرة بس انا محتاجة عرف السبب ده من حقنا زي ما قلت لحضراتكم انا النادي الاهلي لو كان عايز يقدم احتجاج على التحكيم المباري هقدمه ازاي او منين او فين لانه ما فيش اعداد ما فيش والله يعني اقعد دور مرة واثنين وثلاثة افتكروا كده اللي حصل امبارح تفتكر ان احنا اه كان لينا كده ضربتين جزاء اللي احنا شفناه مع سوشال ميديا بعد كده لكن ما يتعادوا ايه اللي هيحصل لو اتعادوا عادي يعني ما فيش مشكلة هنبقى مبسوطين ان احنا بنشوف كان لينا ركلتين جزاء نقدر نتكلم فيهم بمنتهى القوة وزي ما قلت لحضراتكم كده لكن ليه لأسف الشديد حاجات غريبة جدا وما زلنا لسه بنتكلم يعني الحاجات دي انتهت من قرون ومن عصور ولكن احنا لسه بنتكلم فيها لسه بنتكلم في ان ما فيش فار وان يا جماعة ادونا حقنا ادوا للفريقين سواء الاهلي او المريخ السوداني حقهم في الاعادات شكرا للمشاهدة